في خطوة جديدة نحو دحر الإرهابيين في ليبيا استعاد الجيش الوطني الليبي السيطرة على جميع مناطق الجفرة الصحراوية بالإضافة إلى إحكام سيطراته على قاعدة الجفرة العسكرية الجوية وبعد سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الليبي على مواقع الجماعات الإرهابية تمكن من السيطرة على مدن ودان وهون وسوكنة في منطقة الجفرة وعقب اشتباكات وقعت بين كتيبة الزاوية التابعة للجيش الوطني وسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية التي فرت أمام تقدم القوات الحكومية منذ العام الماضي بعد إطلاق عملية الكرامة وتأتي الغارات الجوية للجيش الليبي بعد أيام قليلة من الضربات التي شنها الجيش المصري على الجفرة ومدينة درنة بشرق ليبيا واستهدفت تلك الضربات إرهابيين على صلة بهجوم المينيا الدامي الذي راح ضحيته العشرات من الأقباط بصعيد مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر